التحقيقات في سبب انفجار مرفأ بيروت مستمرة وكل الاحتمالات واردة هذا ما أكد عليه الرئيس اللبناني ميشيل عون وخلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الرئاسة قال عون إن التحقيقات تبحث احتمالات عدة منها أن يكون الانفجار حادثا عرضيا نجمعا إهمال أو نتيجة لتدخل خارجي مثل إطلاق صاروخ أو قنبلة أو ما شابه يمكن يكون هالشيء وقع كحادث عن إهمال أو عن تدخل خارجي بجوز بواسط صاروخ بواسط أمبلة وتوعد عون بعدالة ناجزة وسريعة ومحاسبة لجميع المسؤولين عن الانفجار رافضا فكرة إجراء تحقيق دولي وكانت الرئاسة اللبنانية قد أشارت في بيان لها إلى أن عون طلب من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تزويد لبنان بصورة جوية للانفجار لمعرفة ما حدث على وجه التحديد فأوضح البيان أنه في حال عدم توافر الصور لدى الجانب الفرنسي فسوف يتم طلبها من مصدر آخر وتتناول التحقيقات التي أطلقتها السلطات اللبنانية عدة جوانب في مقدمتها كيفية دخول المواد المتفجرة وتخزينها داخل المرفأ وعقب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي وتسبب في مقتل العشرات وإصابة آلاف آخرين سرت تكهنات عدة بأنه يمكن أن يكون متعمدا وقامت به جهة خارجية وتسبب الانفجار الذي وصفه البعض بالكارثة في تشريد مئات الآلاف من سكان بيروت وأحدث خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات وطلب لبنان مساعدات خارجية عاجلة للتعامل مع الخسائر الناجمة عن الانفجار